سيادة اللي هو حدودك النهاردة أشرت إلى نقطة همة جدا يمكن ما كانتش موجودة في هذا الصراع وخاصة بهؤلاء المرتزقة وبتقيت تتكلم على أنه كثير منهم عندما يصلون إلى ترابلس يأخذون طريق البحر علشان يعملوا هجرة غير شرعية لأوروبا يعني أوروبا يجب أن تفهم أنه هؤلاء المرتزقة ليسوا مضرين فقط لليبيا ولكن هم مضرين لأوروبا نفسها ممكن تشرح هذه النقطة نعم نحن عبر دارة الاستخبارات العسكرية تابعنا خروج حوالي 41 عنصر من هذه الميليشيات عبر البحر باتجاه أوروبا إلى إيطاليا أعتقد أخي عمر أن الموضوع برمته أن هذه الميليشيات ليست كلها ميليشيات ترهبية قد يكون فيها من أجبرة على الدخول في هذه المساومة وفي هذه المتاجرة بالدماء الطاهرة وهناك من أجبرة على التجنيت في هذه الحملة باعتباره لا يستطيع أن البقاء في سوريا والأتراك الذي يريدون بقاهه في تركيا وبالتالي تم تحيله لليبيا أنا متأكد أن هناك الكثير منهم سيجدون الآن يحاولون إيجاد فرص للهروب نحو أوروبا أو نحو دول أخرى قد يكون هناك وسط هؤلاء عناصر متطرفة قد يكون هناك وهذا هو الأهم قد يكون هناك نوايا تركية من أجل نقل عناصر إرهابية إلى دول أخرى عن طريق ليبيا وبالتالي سيتم الزج في ليبيا في جريمة دولية أخرى بالإضافة إلى جريمة ترسيم الحدود التي أدخلت ليبيا في صراحية في غنى عنهم سيادة الليوبا هذه الطائرة التابعة للطيران الأفريقي أين تنزل؟ يعني كيف بتوصل لأني مطار؟ كيف يمكن التعامل معها؟ كيف يمكن منع؟ أو يعني ما هو المصار؟ يعني إحنا معنا خريطة هنا لمصارات يمكن ما كناش واخدين بالنا منها للمرتزقة لا يأتون فقط من تركيا ولكن واضح جدا أن المصارات فيها دول أخرى زي مالي، زي تشاد، زي نايجر في دول أخرى متخمة لليبيا بيأتي من المرتزقة صحيح، أولا عصى أردوغان الإرهابية ليست تركية وليست قوعدة تركية فقط بل لديه خلية مالي ولديه بقاية تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا لديه عناصر من بوكو حرام يتعاملون ولها مرتباط مباشر بأردوغان أردوغان هو خليفة المسلمين في هذه المنطقة وبالتالي هو يرى أن ما يقوم به هو في طار الخلافة الإسلامية العثمانية ونحن رصدنا زيارات لوفود سرية من تركيا إلى نايجر وإلى تشاد قد لم تقابل مسؤولين الرسميين ولكن قد تكون قابلة عناصر إرهابية أو قادر إرهابيين أو تنظيمات إرهابية في هذه الدول هناك الآن إجراءات بنقل أناف الإرهابيين نحو ليبيا أخي عمر أردوغان يعرف تماما كما لو انتهت الأزمة في ليبيا لصالح الشعب الليبي وصالح قوات المصالح العربية الليبية سيخسر الأخوان المسلمين كل ما قاموا به في الماضي خلال حوالي المئة السنة الماضية من إجراءات ليكونوا على رأس السلطة في الدول العربية وبالتالي يحاول ينقاث بكل شتى السبل من هذه السبل هي نقل هؤلاء الإرهابيين إلى ليبيا وتجميحهم في ليبيا من أجل محاربة جيش الوطني الليبي